اشتركوا في القناة اه اه الرقم اللي سامعينه صح هو ابحر 5 سنين انتو متخيلين 5 سنين طيب هاي الرحلة الطويلة ليش كانت شا استفاد من كل هذا التعب خلال الخمس سنين هدول العالم داروين ذار مناطق مختلفة في العالم كان يجمع عينات لكائنات حية ويبطل ملاحظاته خلال زيارته لهاي الاماكن مثلا زيارته للغابات الاستوائية الماطرة انصدم من كمية التنوع الحيوي الموجود كمان بزيارته لاحدى الجزر لاحظ وجود احافير لكائنات بحرية على ارض اعلى من مستوى سطح البحر هذا الاشي خل داروين يفكر شوي انه اكيد مستوى سطح البحر مش ثابت هو بتغير مع مرور الزمن احدى اهم اكتشافات هاي الرحلة كان اكتشاف جزر قلابقس اه اسمها قلابقس جزر قلابقس هم جزر بركانية بس كل جزيرة بتختلف عن الثانية طبيعتها مثلا احدى هاي الجزر ممكن تكون صلبة وجافة الجزيرة التانية ممكن تكون رطبة وماطرة هون داروين انصدم انه في عنا طيور موجودة بكل هاي الجزر مع اختلاف طبيعتها بس كل طائر بيختلف عن الثاني بمنقاره فممكن طائر يكون منقاره مدبب ورفيع طائر تاني ممكن يكون منقاره عريض هون داروين فكر شو سبب هذا التنوع طيب شو اصل هذا التنوع طب كيف كل طائر منقاره ساعده انه يعيش بهاي الجزيرة غير عن جزيرة تانية داروين بعد هاد الخمس سنين رجع على بيته بكم هائل من الملاحظات والعينات والافكار قعد وجمع كل افكاره والعلم وطرع باهم النظريات اللي رح نحكي عنهم بعدين هم نظرية التطور ونظرية الانتخاب الطبيعي وهيك صار داروين من اشهر علماء اللي بنعرفهم وغير بالعلم كتير هاي الرحلة غيرت كتير في العلم ايش في رحلات تانية كان لها نفس النتائج المبهرة وكان فيه لها هاي الشهرة اللي حضطها سفينة فيغل انتخبولي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة